السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باقتم من داخل غرفته في مسحة الشيخ زيد بن رباط ليتم اقتياده صوب مقر الفرق الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معه قبل أن يتم تقديمه يوم غدنا التلتاء على الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء من جهة أخرى كشف نفس المصدر أن صاحب شركة النظافة أزون عزيز البدراوي الذي كان يترأس نادي الرجاء البيضاوي تم الاستماع إليه والآخر على نفس القضية بعدما قدم طواعية إلى مقر الفرق الوطنية للشرطة القضائية وذلك لصلته بالرئيس السابق لجماعة بوزنيقة من خلال إحدى شركاته المتواجدة بإحدى جماعات مسليمان ويتوقع أن يتم إحالة عزيز البدراوي إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم غدنا التلتاء في إطار القضية المتعلقة بسبقة التدبير المفوض لقطاع النظافة